اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد أنك في لعبة الشطرانج تعيد الشوط الثاني من حيث بدأت الشوط الأول يعني ترجع تركب الحجار كانه مصار بينما الشعوب في مسارها وبتاريخها بتكمل من محل ما خلصت ما بتعيد تجارب مرت فيها المشكلة أنه في أطراف لا تتطعذ من التجارب أنا باعتقد المؤشرات اللي بين أيدينا اليوم تقول أنه هناك احتباس كبير في المنطقة ناتج عن عدم قدرة السعودية على تحمل نتائج كل المسارات المختلفة بالإيراني بالسوري بالعلاقات الغربية الجديدة في النظرة للمنطقة اللي كشف عنها كاري باجتماع البحر الميت مع رؤساء الديبلوماسية والمخابرات الأمريكية في المنطقة هذا الغيظ السعودي لا يستطيع أن يصطدم لا بخط أحمر أمريكي ولا بخط أحمر إسرائيلي لأنه تحت هذين السفلين بس لا مراهن أنه سيصرف في لبنان ولا مراهن أنه رئيس الجمهورية رح يشكل حكومك مش أنا اللي مراهن هذه قال مبارح نظم الخوري صحيح قال أنه سيشكل حكوم بس لا ما تبرينا أمر واقع حكا عن حكومة حيديين حكا عن حكومة 9-6 من غير الحزبيين معلش في توصيف واحد أنا عم بأخذ هلأ بدون ما إنحاز أنا منحاز لكن بدون ما إنحاز أنت أمام معادلة أول مبارح طلع سماحت السيد عم بقول شو اللي بيمرؤ وشو اللي ما بيمرؤ صح غلط معه ضده هذا موضوع تاني في مرجعية ذات وزن كبير تملك قدرة هائلة على مساحة المنطقة لاعب إقليمي لا يستهان به لأنه بدليل عنوان حرب السعودية اليوم على المنطقة كلها اسم حزب الله صحيح فإذا حزب الله مقبيل السعودية هذا كافي لنقول أنه يا فخامة الرئيس مثل ما بتوقف على خاطر السعودية وقف على خاطر حزب الله في حدا عم بيقلك غير حكومة وحدة وطنية فيها تمثيل سياسي صف أول تدير شؤون البلاد ما تلعبوا معناه عم يجي نازم خوري بصفته وزير الرئاسة وزير القصر عم بيقول رح نلعب معكم هلأ بدورها بيزبطها بيسميها بيروتشها بيحط لها ميك أب بس واقع الحال هو عم بيرد على سمحت السيد عم بيقول له حكومة وحدة وطنية بتمثيل سياسي صف أول ليست خيارنا هيك نحن رح نشكل حكومة آخر العهد يعني بن يسان هاي الحكومة رح تتولى صلاحيات الرئاسة وهاي الحكومة رح تكون من الحياديين اللي قال السيد وين فيه حياديين ما تضحكوا علينا بس مثل ما بتقول أنه رئيس جمهورية لازم يخذ بالاعتبار كلام سمحت السيد كمان فيه كلام 14 أذاروا تيار المستقبل على سنية اللي بيقولوا ما بدنا حكومة سياسية بدنا حكومة حيادي فليكون هون رئيس جمهورية أولا رئيس جمهورية بده يتذكر أنه هو عم يحكي بناءا على الدستور اللي بعد الطائف ما عد فيه شي اسمه حكومة ما قبل نهاية العهد هذه تنتمي إلى مرحلة انتهت دستوريا قبل الطائف 88 إخير ما عد بيقوله رئيس جمهورية اليوم يقول ويذكر لو كان عم يقصد أنه بعمل مشاورات ومدرشه بس هذا التذكير في غير مكانه أولا لأنه ما فيه شي اسمه أن رئيس جمهورية قبل أن تنتهي ولايته حتى كعرف يعني فيه الرئيس لحود خلصت ولايته ضب شنته راح قعد بالبيت نعم وكانت الحكومة اللي بتسلم السلطة حكومة مطعون بشرعيتها ونص اللبنانيين براتها ومستقيلين منها ومسمينها البتراء بس اليوم في حكومة مستقيلة في رئيس مكلف هو ويئز التفاقو ما فيه شي دستوريا بيمنعه طول بالك أولا الحكومة إذا بده يشكل حكومة هو والرئيس المكلف وما تاخد ثقة فهي ليس لها أي فرصة في أن تمارس صلاحية دستورية إذن رهان وواضح المواقف شو هي إذن شو الهدف من تشكيلها الهدف من تشكيلها إدخال لبنان في شرعيتين متنازعتين كما فعل الرئيس أمين جميل عند نهاية ولايته للبنانيين وزدت الليخة لحضن العماد عون لشك الحكومة وانقسم لبنان نعم هذه المرحلة بعتقد كلنا أخذنا عبارة الفريق اللي كان هون والفريق اللي كان هون وصار في منطق بيقول لبنان لا يحتمل حكومتين لبنان بده حكومة وحدة اليوم يعني في مين أقدر واردي ما يسلم ووزاراتهم لن مش واردي لن لن يسلم لن 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 ثلاثة خطوط حمر تحت منها لغير حكومة وحدة وطنية لن تسلم الوزارات والأبضاء يدعش بوزارها صار عمل ميليشيا ويسطو هداك السطو كيف هيداك موقع بتوقيع رئيس جمهورية توقيع رئيس المقرار قبل أن تنال الثقة الحكومة لا سلطة ولا صلاحية لها ولو اقتضى الأمر نسكر مجلس النواب وما نخلينه يفوته إذا نطبيه الأغلبية هنسكر مجلس النواب فيه كتر منه هذا بلد إذا حد نفكر بيحكموا بالحبر والورق لمجرد هاي مثل ما عمل محمد مرسي بالمصريين أنه انتخبتوني أربع سنين عقوبة لإلكنها من هون لأربع سنين بدي أحكمكم بالصرماية واللي بيرفع رأسه بدي دعوسه إذا هذا هو منطق الدستور يغسلوا ويشرب زوموا فخامة الرئيس الدستور هو آلة من أجل إدارة مصالح اللبنانيين مش من أجل إدارة مصالح الغير باسم اللبنانيين في حدا له مصلح يخرب البلد أكيد مش لبناني اللي بيقدم على هذه الخطوة لحسابها الحدا فهو عم يعمل خراب على البلد نعم أنت لما عارف مواقف الأطراف شو هي شو الحكم يدخلك وين هالروح الوفاقية اللي أنت جيت على أساسها أنك تروح تكب كرة نار بين أحضان اللبنانيين وتقول إيه مثل اللي بيمشي بسيارة وشوي بيفوت بأشي ولاد هني واطعين من المدرسة بتقول له كيف بيقول لك ما الإشارة خضرة السير إلي طيب معك صلاحية بس هاي الصلاحية متى استعملها رئيس جمهورية هاي صلاحية تشكيل الحكومي قبل الطائف مش معطات لرئيس جمهورية صحيح أنت رئيس جمهورية يشكل حكومي قبل الطائف بدون ما يرجع إلى الاستمزاج العام مش فقط بس إذا خيار بين الفراغ وبين الحكومي ما في فراغ ليش فراغ في حكومي في حكومي لم يصدر مرسوم استقالتها وقبول استقالتها برئاسة الرئيس ميقاتي لا تزال هي هلأ اليوم ماضي إذا مرسوم عليها رئيس جمهورية موقع مرسوم ترقيات صحيح إذا حكومي غير دستورية كيف بيوقع بس مثل مع الرئيس حسين الحسيني يعني لما بتصدر مرسوم الحكومة الثانية رح يصدر معها مرسوم قبول الاستقالة هذا مثل اللي قال له مضبوط عم يحكي الرئيس الحسيني حيكون أقال الحكومة ديك صحيح لا يركب الحكومة هاي لا يقول لللبنانيين سقطت دستور نزلوا على الشارع تاتلوا بدل ما يكون الدستور هو صمام أمانكم لمنع الاحتكام للشارع عم خزق الدستور لأنه عم سيء استعماله وبقل لكم روحوا احتكموا للشارع بس إذا ما عمل هالخطوة في قسم الثاني من اللبنانيين رح ينزل على الشارع ويقول كمان رئيس الجمهورية ترك حكومة نحن مش معترفين فيه عظيم عليك نور فإذا رئيس الجمهورية عم بيقول التالي إذا كان ثم تخيار أن تكون حكومة لطرف يرضى عنها وشارع لطرف لا يرضى عنها فأنا رئيس الجمهورية اللبنانية اخترت أن تكون الحكومة لأربع عشر أذار وأن أستدرج ثماني أذار إلى الشارع نقول له شكرا فخامة الرئيس فهمنا عليك فهمنا عليك أنت مهمتك أنه ما حدا ينزل على الشارع وما حدا يعتبر الحكومي إله وما حدا يعتبر الحكومي ضده لذلك لذلك مش أنت بتقرر حيادية رأي الأطراف فيها بيقرر إذا حيادية أو لا يعني مش رئيس جمهورية عفوا مش أنت أنه مش رئيس جمهورية بيقرر إذا حيادية لأنه ختم له عليها ناظم خوري إنها حيادية اللي بيقرر إنها حيادية هو كيف سيتعامل معها الأطراف في طرف أساسي عم بيقول لك سنتعامل معنا طرف سلفا وعن بل لك نقطة أول السطر فإذا أنت في طرف هاك عم بيقوله بدي فترض أربعة عشر أزار عم تلك هاك أنه إذا أنت تركت الرئاسية فخامة الرئيس وما في حكومة بديلة عن حكومة الرئيس ميقاتي نحن ترى نازلين على الشارع بدي فترض هاك فإذا أنت أمام استعصاء شو مهمتك أن تسعى المستحيل للوصول إلى التوافق وبس تخلص تقول لهم لللبنانيين برسالة عملت اللي علي لا تواخذوني بخطركم لهيئة في أطراف جانة وبدأت تنزل على الشارع أنا لن أعطي ورقة الاشتباك بس مثل ما حضرتك عم تحكي من منطلق حزب الله شو بده وثمانية أدار شو بده فيه كمان بالبلد أربعة عشر أدار شو بده يلي ما بده حزب الله بالحكومة حتى جاهزة هي تتنازل عن المشاركة مشان ما تكون حزب الله بالحكومة عم نحكي بقراءة استفاف تصادمي مش عم نحكي بأخلائيات الصح والغلط والمين معه حق ومين ما معه حق عندي مطالعة الكاملة اللي بيقول لك إياها لاش إني منافقين مش صح اللي عم يحكو مبلشين برئيس حكومي طرف في عنا كلام شفهي وفي عنا سلوك عملي إجوا اختاروا رئيس حكومي لا يعملوا مشكل نعم لا يعملوا مشكل كانوا اشرف ريفة يعملوا مشكل ما بيجمعوا على هن اختاروا طرف من 14 أزار مين اللي هلأ حاطت كاش على الطاولة اللي نازل ليقول من أجل الوفاق الوطني اللبناني من أجل فرصة حكومة وحدة وطنية لم اتفقين معه لتمام اسلام ولا عنا ضمانات ولا متحاورين نحن ويا بس شرفوا يا لبنانيين شرفوا يا 14 أزار شرف يا فخامة الرئيس تريدون اختبار جديتنا الوفاقية إليكم البيانة التالية أقدمت 8 أزار بلا أي سبب مقنع وموضوعي بإعطاء إجماع لتسمية الرئيس تمام اسلام فإذا في طرف عم بترجم رغبة الوفاقية بالممارسة وأعطاك رئاسة الحكومة ونحن نعلم وهم يعلمون أنه قبل أي شيء تاني رئاسة الحكومة هي أهم من كل الحكي الباقي بقل بتركيبة الحكومة أعطاكم رئاسة الحكومة بالمنطق يلي تاني فيهم يقولوا لو كنتوا قدرين يجيبوا غيره وما كنتوا أصروا مش عم نائج عم نقول الاستعداد لمنح المظلة الوفاقية عم نقول أنه في طرف عم يجي يقول حرصا على الوفاق فيه كانت تقاطع 8 أذار وتقول لهم شرفه شكله حكومة أمره واقع 8 أذار تصرفت بروح إيجابي والعماد عون اللي كان بالأصل متحفظ الأساسي على تسمية طرف من 14 أذار برئاسة الحكومة وهو محق وهلأ عم نكتشف أنه محق رجع مشي بخيار حلفاءه أملا بإعطاء الفرصة كيف جرى التعامل مع هاي الفرصة في رئيس حكومة بيتسمى لتشكيل حكومة من فريق نيابي بحجم كتلة الوفاء للمقاومة وبيصير عم يشتغل على حكومة تستثنيهم تحت شعار في فيتو من 14 أذار على مشاركتهم بحكومة في نكول جحود بعد أكتر من هايك أي رئيس بتاريخ لبنان جرت تسميته من كتل نيابية لم يخرج وأنا أتحدى على الهواء هلأ حدا يطلع من الأرشيف ويقول لي مش صحيح على حكي لم يخرج بحكومة يعترض عليها طرف من الذين قاموا بتسميته رئيسا للحكومة هاي باللياءة بيقول أنا يعني أستعفي من تشكيل الحكومة بدي مستقالت يقول ما قادر شكل إذا ثمن تشكيل حكومتي هو أن أكون عقوقا مع من وهبوني ثقتهم لتسميتي رئيسا للحكومة فإذن نحن بالسلوك عندنا حدا يبيعنا كلام اسمه 14 أذار أنه أنا بدي وأنا معه وأنا سهز وأنا بتعفف وأنا زاهز إلى هيدي في حدا عامل هو أنا صرت رئيس حكومة. أنا لم أعد جزءاً من 14 أزار بما تقوله. 14 أزار ببيانات رسمية. هو سمى في حاله وسطي صار. عم بحكي هو ب14 أزار وحاضر اجتماعات ولا لا؟ صار. عال. إجت هال 14 أزار اللي حاضر فيها اجتماعات. يعني بكرة إذا جبران باسيل انتخب رئيساً للجمهورية. وهو عضو بتكتل التغيير والإصلاح. وإجا تكتل التغيير والإصلاح قال شيء ما بيتناسب مع وجوده برئاسة الجمهورية. واجبه يطلع كلامي يقول أنه أنا بالرغم من انتمائي وجذوري. أقول لك محمد مرسي يعملها. نعم. طيب خليه يعملها. يطلع يقول الكلام اللي قالته 14 أزار عن فيتو على مشاركة حزب الله لا يلزمني. نعم. سأعمل حكومة المصلحة الوطنية. ما طلع هالكلام. هون أنا عم أقول في حدا تصرف بالعمل وفي حدا باللفظ بعده. طيب وصلنا للإستحاء. قبل الإستحاء أي خطوة أنت بتعملها. يعني أنت لما تجي بتقول في شيء موروث في أسبقية الزمن. صحيح. في تقادم. في شيء أنت ورتان. ورتان حكومي. ورتان مع الرئيس المكلف. ما كان لا الحكومي ولا الرئيس المكلف. إلهم علاءة بحسابات كيف نواجه إمكانية عدم انتخاب رئيس جمهوري. مين بيكون عم يشتري المشكل اللي بيشكل حكومي والله اللي بيترك الأمر على حاله. يعني الأفضل الرئيس جمهوري يترك الأمر على حاله. طبعا إذا مش قادر الأفضل مثل ما قالوا السيد الأفضل أن تمارسوا رجولتك وما أنت ورئيس الحكومة وتضاعان صيغة. شو اللي بيمنعهم من ممارسة الرجولي؟ سعودي. باش. بس ما سميها السيد. ما فيه الواحد يكون. بالمرة الأخيرة ما سميها السيد. منتكل علي أنا طلعت لراسة. لا بس قال في مكان ما من الإقليم. لا قال. قال بتكون لكم أول حرف من اسمه تذكيرا بأنه قالها قبل مرة بهذه الطريقة. صحيح. لا ما عنده مشكلة السيد. أنا بعتقد القصة خلينا نحطها بمحلها. بالمنطقة في عندك يا تكون رجال يا تكون مع السعودية. ما في مجال تتجمع تتنين. من اللي مع السعودية من والرجال؟ أبدا. قرارهم مش عندهم. ومعيار الرجول يكون قرارك عندك. معيار الاستقلال يكون قرارك عندك. معيار الفروسية تكون قادرة إلا للسعودية مثل ما قال سمحت السيد. للسعودية لا إيران لا سوريا. اللي بدي يقولك اليوم ما تعمل يا عمي هاي بديهيات. أنه لما بيكون البلد عم ينكسر. وفي خطر ينزلق على الحرب الأهلية. وأنا عم بحكي جد في خطر ينزلق على الحرب الأهلية. لأنه الحروب مش دايما هي نتيجة قرار محلي واعي. هي انزلاق محلي بقرار خارجي واعي. في قرار خارجي واعي بتفجير حريق كبير في المنطقة. عندي مية دليل. بس خارجي ككل أو سعودي فقط؟ سعودي. وقادرة السعودية هل أد عظمة المملكة العربية السعودية إقليمية ودولية تقدر توقع بكل التوافق الدولي اللي يحصل؟ في نوعين من الأطراف اللي بتفجر عادة طرف اللي صار بالكورنر يعني ظهروا للحياة ما عاش عنده شي خسر كل شي. هذه عقلية المقامر مش التاجر. نعم. تاجر بيوصل لمحل بيلاقي حاله عم يخسر. منه بيكون ضعيف لما بيحدد خسائر؟ بيكون عاقل. المقامر بيكون عم يخسر. منه أبضاي لما بيصير بيتدين وبيلعب ليكمل أملا بأنه يربح. نعم. السعودية الآن بهذا الوضع. هي خسرت في سوريا. خسرت بالخليج. طيب شو مشهد مجلس التعاون الخليجي بيقول؟ السعودية طلعت كلام رسمي عن الدعوة لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد. إلى اتحاد وسقط. ليش؟ إذا السعودية بهالمرجلة وبهالقوة ما قدرت تمون على الكويت ولا على قطر ولا على الإمارات. سلطنت عمان هي أول حضرة فضل. آه سلطنت عمان لا هلأ اشتباك. سلطنت عمان محور إقليمي جديد في قراءة المشهد الخليجي. بس عمول إذا عمان تاريخيا وتقليديا على قتم مميزة بإيران. بيئة مجلس تعاون الخليجي محظية سعودية. هالمحظية السعودية انهارت. وراحوا الكويتيين والإماراتيين على إيران يقولوا مع الشتبيع وتشتري باسمنا السعودية نحن دول مستقلة وقرارها سيادي. نعم. وجايين نعمل علاقات ثنائية. طيب السعودية إذا الكوات تجرأت إلا لا. إذا الإمارات تجرأت إلا لا. إذا قطر تجرأت إلا لا. شو باقي؟ إنه بلبنان في ناس مقررين يأجروا بالحساب السياسي للمال. إنه مش المصلحة السياسية. حتى مصالحهم السياسية بتخليهم يروح على حكومة وحدة وطنية. يعني إذا بتقرأهم باللبناني بتقولي أخي باللبناني. نعم. شو مصلحته رئيس جمهورية؟ شو مصلحته تيار المستقبل؟ شو مصلحة مسيحيه 14 أذار بأنه يمرروا قرار سعودي بتطيير الاستحقاق الرئاسي؟ بس لا يعمل تعتبر تطييره. يعني الحكومة قد لا تلغي التطيير. أو عم سلمت جدلا أنه ما فيه انتخابات. ما فيه انتخابات رئاسية؟ خليني أقولك. يمكن يصير فيه. شو أعرفني؟ بس أنا عمول إذا وصلناه ما فيه. فيه تمديد؟ لا. مئة بالمئة؟ مستحيل مستحيل. لو بتوافق سعودة إيرانية خليجة فارس كله على بعضه؟ لا يوجد تمديد. تمديد الصاد؟ لا يوجد تمديد. طيب أدي فرضية احتمال؟ خليني أقولك ليش لا يوجد تمديد. هذا الجنرال عون. أنا أشهد له الحقيقة. لأنه في أكثر بقروق وحادية اللي بيسموها الإعناد والثبات والمرات التعصيب. ويعطوه كثير أوصاف وهذا. لكن هو ما في شك أنه حجز صورة في ذهن المتابع اللبناني والإقليمي أنه هو مش رجل تكتيكات ومناورات. أنه هو خلاص موقفه هيك وما بيزيع عنه. ما ممدد لقائد الجيش وبيضل ماشي. ما بقبل كذا وبيضل ماشي. لكن هو عمل مناورتين سياسيتين مبدئيتين. انتبه. مش أنه مناورات بمعنى النفاق لا سمح الله. شهنة؟ فيهن كمية من الذكاء التكتيكي لأنا برأيي بيدلوا على عقل استثنائي في إدارة العمل السياسي. الأولى هي القانون الأرثوديكسي الذي لا يعبر عن رؤية التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر مشروعه نسبي مع لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي. لأنه بالأصل هو تيار جائي من المفهوم العلماني. يجب قانون طائفي وكان صادقا في السير فيه لأنه خلينا لمرة نرجع نعطي الطوايف ترتاح وتسترخي وتقول أنا جبت نوابي ومنها البرلمان نأسس انطلاق جديد. لكن هذا شو عمل؟ هذا فرم الساحة المسيحية الأخرى لأنه كشف أن قرارها ليس مسيحيا قرارها ليس من عندها قرارها ليس لبنانيا. بهك عملهم فؤاد السنيورة هك 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 كله نخه. من سمير جعجع لبطرس حرب لا 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 ما بقي ولا قامي مسيحي في 14 أذار تجرؤ أنه تنزل على البرلمان إذا فيه تصويت على الأرتودوكسي. هلأ شو عمل بالرئاسة؟ أنا أكبر كتلة نيابية مسيحية وأكبر عدد نواب موارني. نعم. وأنا مرشح تقليدي لرئاسة الجمهورية. فإذا في حدب يجي بيحكي اليوم بالرئاسة أول شي بدي روح على أقل بفريقنا بدي روح يستأذن الجنرال عون. شو رأيك منفكر هيك منقول هيك؟ باعتبار القرار يعني لياقة وأدبا وسياسة ووطنية أرار 8 أذار وحلفائها بالرئاسة بدي يطلع من عنده. أبل ما يحكي شي بيطلع بيقول أنه لنضع الاستحقاق الرئاسي في عهدة البطريارك الراعي من أجل اختيار الأفضل لرئاسة الجمهورية. شو عمل؟ عمل تسعيرها سأف أنه فيه مسيحيي الشرق وعملها إلى فلسفة عنده أنه اليوم الشرق يمر بزلزال وهذا الزلزال يقرر مستقبل وجود المسيحيين فيه. المستقبل وجود المسيحيين فيه سيقرر هوية هذا الشرق كله والمسيحيون في الشرق يتطلعون صوب الرئاسي في لبنان بصفتها آخر علامات الثقة بالوجود. فيا مسلمين حلفائنا وخصومنا تركوا الموضوع للمسيحيين هالمرة رغم أنه استحقاق وطني لأنه رسالة وجود لمسيحيين الشرق وللعالم. ويا مسيحيين أنا أول واحد اللي يقول أنا صاحب القرار في الرئاسي عم حطه عند البطرك طيب هذا يعني لما بتقول حطه عند البطرك للأرار ما في تمديد لأنه أنا عمول على الهواء البطرك ليس مع التمديد. معنى في كتير بقول العكس؟ أنا عم بجزم. عم تجزم؟ ططعا. لا يوجد بطرك يدافع عن وجود مسيحي. بس بين الفراغ والتمديد شو ورده؟ ما فيش اسمه بين الفراغ والتمديد. اللي بدوا يمدد بدوا التلتين. واللي بدوا ينخب بدوا التلتين. اللي بيطبق الناس على التمديد بيطبقهم على الانتخاب. عاش يتضحكوا علينا. أول مرة كان التمديد نتيجة خوف من الفراغ. بس اليوم وردي بهيك ظرف يجي رئيس مسيحي أوي. يعني أوي يبدو يكون. شو معيار القوية؟ يبدو يكون أوي بأربعة عشر. أو الجماهرية. يا أستاذ رواد شو معيار القوية؟ يعني. الزعامة قادرة على إنتاج الثلثين. نعم. شيء؟ في حدا من هؤلاء الأربعة قادر يأخذ الثلثين؟ لا. وبالتالي رحنا على رأيس سوافوة. خليني أكبل لك شوي. في حالة وحدة. أنه هذا البرلمان بلبنان بتاريخه معودنا بيعمل سلاة عشر أيار وبيلغيه. بيقول لا للتمديد وبيمدد. فإذا إذا تغيرت المعادلة الإقليمية وأصبح لبنان في حضن كامل لأحد محوري المواجهة يا بيصير التمديد إذا هني ربحوا. يا بيهي الجنرال عون إذا نحن ربحنا. بيصير التمديد المحور الآخر بده تمديد أو بده. إذا هني ربحوا عم بحكي. بس عنده مرشحين غير. يمكن. عنده سمير جعجة عنده أمين الجميل عنده مفرص حرب. عم بيقولوا سمير جعجة مرشح الحاكم المصر في المركزي. أنا بيستبعد لأنه بعتقد هاي الهدف منها الحاكم كمرشح. نعم. بيجيبوا سمير بيجيبوا بطرس. بمعنى أنه إذا انتصرت السعودية في المنطقة. هاي مثل وعد إبليس بالجنة يعني. إذا انتصرت السعودية في المنطقة هيك من باب النقاش الفرضي للرياضيات. بيجي سمير جعجة. هذا استحالي. إذا انتصر محورنا وهذا وأنا لا أقول لك بتكوين نوابهم وتكوين نوابنا. نوابنا عم بيحكي هلأ مش من منطلق التمييز ذاتي. لا بالقراءة السياسية أغلبهم عقائديين يعني بمعنى ناس منتمين لتيارات فيها صلابة الالتزام. نوابهم هن اللي مشوا بالتمديد للرئيس الحود ما تنسى. وبالتالي بعيدوها. مجبرين. هاي معمولوا هالمرة يمكن يصيروا مجبرين إذا تغيرت موازين. مين بدوا يجبرهم؟ موازات الموازين. ماني شو جبرهم حدا حطت الفرد برأسهم؟ جبرهم بمعنى أنه لبنان كله في عهدة سوريا. طيب إذا لبنان كله في عهدة سوريا وإيران وحزب الله. هيك اتفقت الدول. والسعوديين كسرت. نعم. هم يمشوا. ما اللي مدد للرئيس الحود. مستعد يرجع ينتخب مثل الرئيس الحود. طيب خلينا أدخل بأسئلة الفيسبوك على إيجابات سريعة لو سمحت. علي الخطيب وعلي ناصر اثنين ويسألوا بنفس الجو هل نحن في اتجاه سبع أيار جديد؟ قد نعم. قد نعم. لا ضيعتها قد أو نعم. بمعنى إذا ذهبنا إلى حكومة الأمر الواقع في نيسان. يا قبلة يا بعدة بعتاج سبعة بتكفي. نحن نكون قدام سبعات. شو يعني؟ شو؟ حدا عم يعمل حكومة أمر واقع. ليفجر البلد ويحطه تحت الباطل السعودي. في حدا يا قبل ويعتقد قبل لازم ساعتها. يعني يكون عم يعمل خطوة إنه تقول هدا ما بيصير. بس انكلم على الشرعيين المؤسسات هدا صار. ايه. يعني متما قالوا عنه أحمد فتفى بالأمس عمل ميليشيا وي. يقوله البلدونية. شو المشكلة؟ كيف يقول البلدونية؟ في شريك بالوطن. ايه هالشريك بالوطن قال له عود ألواء وإحكي جالس. مشايك؟ نعم. هالشريك بالوطن محترم الشراكة؟ إذا محترم الشراكة ما بيقول عليك فيتو. نعم. إذا ما اعتبر حاله مالك قرار البلد يشرف يترجم بشجاعة هل ادعاء لنفرجيه شو بيسوا وشو رسماله. هذا الشريك مدعي مرتين مرة بالقوة ومرة بالشراكة. نيناته نكذب. نعم. لأنه لا قوته قادر يتحمل اختبارها وبيعرف نتائجها لأنه بس تمارس قوتك مقبيلة بيقول لك ميليشيا. ولا شراكتم استعدي ترجمة نقول لك شرف إلى كلمة سواء لنلاقي صيغة ما مشتركة لندير البلد. نعم. هذا الشريك نحن شو عم نجي نقول له عم نقول له اقصاء عم نلتع على حكومة وحدة وطنية ومعك رئيسة الحكومة. ونحن ومنتصرين وبعد أن تنتهي في سوريا ويعاد التجديد للرئيس بشار الأسد رح نضل نقول لك إذا ما ارتكبت المحظور شرف إلى حكومة وحدة وطنية. فيه بعد انفتاح وتسامح ومن هني هني بألفين وستة بتموز تعمل شو قالوا لنا فتحنا لكم زنازين بروم يطولوا بالكم. نعم. بس يخلص الإسرائيلي أنا بعتلي إيه لي الله يرحم ولا أو يسام الحسن أنه أنا مكار ماكو عاملك زنزان تك حد السيد حسن. إيه. أنا عم بحكي أنا إيه ليه نحن ما عم نوعدون بزنازين نحن عم نوعدون بحكومة شراكة وطنية صارت هاي قهر شو هو اللي مش قهر هذا مثل بيقول لك اللي إيه لك إيه لي واللي إيه لي وإلا أنت عم تمارس عليه الاستبداد ولخي مين عم يمارس الاستبداد. طيب هيدا حكومة الواقع هي اللي أصدها سيد حسن نصر الله لما قال عن شيء ما يحضر في مكان المانا الإقليم. لا أكبر بعتقد أنا كلامه عن ما يحضر في الإقليم تفجير. شو عم يتحضر؟ أنا ما بعرف سمحت السيد دعي النطق بلسانه بس أنا بقدر قول قراءتي المتقاطعة مع هذا الاستنتاج أنه في شيء ما يحضر في الإقليم. في طرفين خاسرين الآن من الذي جرى. في شيء كبير صار بالمنطقة في حدا ما بده يصدق إلا لحتى يشوف بأم العين وساعتها بيشوف متأخرا. كاري إجاء على البحر الميت ونشر في الصحافة الأمريكية وفي صحافة مثلا جريدة المدينة السعودية. مثلا شو اسمه البيان الإماراتي. أنه في هذا الاجتماع قال كاري لرؤساء الدبلوماسية الأمريكية أن الأزمة التي عصفت بالشرق الأوسط خلال ثلاث سنوات كان مقدرا لها أن تنتهي باشتباك روسي أمريكي. نعم. لكننا نجحنا نحن والروس بتفادي هذا الاشتباك. وبدلا من أن نخرج خاسر ورابح خرجنا رابح برابح. وأن أمريكا لم تخسر وروسيا لم تربح اتفقنا أن نكون كلانا رابحين. نعم. وهلأ فيه شراكي أمريكي روسي فإذا نطلع من الإخسارة. كاري عم بيقول أمريكا طلعت من الإخسارة. في حدا بدي يحمل الإخسارة. عم بيقول بالإقليم فيه خاسر ورابح. نعم. والسعودية في طليعة الخاسرين وإيران في طليعة الرابحين. كويس. الآن نسعى نحن الكلام لكاري كي لا تكون إسرائيل على ضفة الخاسرين من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. والنجاح يتوقف على درجة التجاوب الإسرائيلي. إذا الإسرائيلي بيئي غير متجاوب. نعم. سيكون الإسرائيلي والسعودي على ضفة الخاسرين. هالتنين على ضفة الخاسرين وين عندهم ساحة يلعبوا فيها؟ لبناء. فيه وهم عند حدا بأنه فينا نكرر تجربة 82. 82؟ انتخب بشير الجميل. أنه منعفن البلد من الداخل ما هي 82 حرب أهلية مع اجتياح. فبالتالي السعودي بدل المسيحيين هالمرة منسرجع السنة مع القاعدة اللي هي ميليشيا يفترض أنها تملك القدرات والإمكانات القتالية. منخلق مناخ، منستنزف حزب الله، منظهره، منعمل مشكلة بالبقاع، مشكلة بالشمال، منقطع طريق جنوب بيروت، طريق جنوب البقاع. منوصل إلى محل أن الإسرائيلي اللي ما يخد قرار ما يعمل حرب بيشوف قدامه معطيات بتقول صار فيه إمكانيين نعمل حرب. هالحساب اللي أنا برأيي هو مجموعة أوهام اللي هو مش مطابق للواقع، هذا الحساب رح يوصل لمحل أنه نحن قدام مجموعة خطوات تأخذنا كأننا ذاهبون إلى الحرب الأهلية والإجتياح الإسرائيلي. اغتيال الشهيد حسان لئيس أنا بحطه في هذا السياق، التفجيرات بهذا السياق، التصعيد الكلامي بهذا السياق، وثيقة طرابلس بهذا السياق لتكفير لحزب الله واتهام بالتقتيل والتفجير وسواه، وبالتالي أنا بأعتدد البلد عم يتحضر لعقل شبيه بالعقل اللي أدار فيه جوني عبدو تجربة الثاني وتمانين. حرب أهلية يواكبها اجتياح. هذا مشروع. هالمشروع أنا بل لك فاشل سلفاً. دا فراضيته يعني. دا ورد يصير. ما رح يصير. بس نحن من هون لوقتها في حدا عم ياخدنا بالتصعيد وبرأسه هالمشروع. هذا بديو يوصل للحكومة تاعت ميشيل سليمان. هاي الحكومة اللي عم بيبشرنا فيها ناظم الخوري هي شرارة الحرب. الإسرائيلي رح يعود يتفرج وعارف أنه رح يكلوا أتله. لكن بيقول لك هذا الاستنزاف للمقاومة. والإشغال لها في الداخل بيفيدني. إذا لقيت خلافاً لتقديراتي. طلع بإيدهم يعملوا حرب أهلية بيفكر الإسرائيلي بحرب. وبالتالي بهذا المعنى في حدا عم يلعب إمار بالبلد. هون عم نقول البديل شبكة أمان. شبكة الأمان حكومة يجتمع فيها الجميع. إذا ما ركبت بتترك الرئيس ميشيل سليمان الوضع متما هو بيغادر هاك يعني. يعني الرئيس رئيس لحود ما ترك حكومة الرئيس سانيورة. يا خي حكومة الرئيس سانيورة اللي استلمت بعد الرئيس لحود بتشبهنا شي. كنت تقوله عنها مبتورة وغير دستورية. ورغم ذلك لمين سلم الرئيس لحود. مش سلمها إلا. بس لو كان عنده فرضية تانية واحتمال تانية ما كان أصلا. ليش ما كان قادر يعمل بذات الطريقة اللي اللي عم يبشرنا فيها ناظم الخورة. ما كان عنده رئيس مكلف جاهز يشكل. ما هيك ما هو عم بيقلنا حكومة ما قبل. نعم. إنه هاي منعا للفراغ. مهم. مين التزم الدستور. نحن عم نقول هاي مش خسارة. منا آخر الدنيا. هيا هاجت حكومة الرئيس سانيورة. شو غيرت؟ ما غيرت شي. ورجعنا اتفاقنا على رئيس توافقي. البلد ما بيخلص بيومه باثنين وثلاثة وشهر. وخلي نحكي بصراحة. ما هي كل القصة بأزمة الاستحقاق الرئاسي اللبناني. بلا ما نزعبر على بعضنا ونكذب على بعضنا. أن الصدف شاءت أن يكون الاستحقاق الرئاسي اللبناني والاستحقاق الرئاسي السوري بنفس السنة وبيناتهم شهر. نعم. كل المعادلة الإقليمية الدولية المحلية المعنية ناطرة. مهم. سيعاد انتخاب الرئيس بشار الأسد سينتج رئيس لبناني على أساس المعادلة. دخلنا بالتزامن بين الاستحقاقات اللبنانية والاستحقاقات السورية. إذا لا يعاد. يعني في حد مراهن أنه لن يعاد. سيمنع من الترشيح أو سيفوز عليه منافس لبدكية. وباني عليها مفهوم آخر للرئاسي في لبنان. طيب عاد. فإذا لدينا كل القصة بين أيار نهاية الولاية وبين أيلول. بيكون كل شي صار خالص. طيب شو بيصير بالدنيا إذا حكومة الرئيس ميقاتي استلمتها ثلاثة شهر؟ أو تفقنا على حكومة وفاق وطني تديرها ثلاثة شهر؟ بدي تابع بهالجدل. ولكن قبل بدنا ننتقل مباشرة للأرطبة في احتفال بيطلق خلو الوزير جبران بسيل. المرحلة الثانية من سد جنة. منتابع مباشرة ومنرجع بعدها لنمدد حتى وقت حوار اليوم لنستفيد من حضورك معنا. والاجتماعية والعسكرية والروحية المحترمين أيها الأصدقاء. لقد ترسخ إيماننا بأنه في أحلك الظروف يبقى هذا الوطن واحدة سلام ووفاق وعيش مشترك. لأن اللبناني يؤمن بوطنيته ولا يتنازل عن المبادئ اللبنانية الأصيلة وعن العيش الوطني الذي هو ركيزة هذا الوطن وصر بقائه. إن اللقاءنا اليوم هو تكريس لهذه المبادئ وتأكيد بأن الإنماء هو في طليعة اهتمامات المخلصين في هذا الوطن. ومنهم وزارة الطاقة والمياه بهمة وسهر وزيرها الناشط والنشيط معاني المهندس جبران بسيل وفريل عبده. ومن هنا من بلد القرطبة الجويلية على كتف وادي جنة التي تغبر كسروان وجبيل وحيث تهدر خيرات الله المائية سنوياً أكثر من مئتي مليون متر مكعب من المياه إلى البحر دون أي استفادة منها. جئنا اليوم مع معاني وزير الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لنعلن انطلاق المرحلة الثانية لأعمال السد المنتظر من زمن بعيد أي سد جنك الذي كان حلماً عند الآخرين وأصبح اليوم واقعاً ملنوصاً. جئنا اليوم لنطلق أعمال المرحلة الثانية التي ستوصلنا إلى إتمام هذا المشروع الرائد الذي يبعد العطش والعطمة عن شريحة كبيرة من أهلنا من الجبل إلى الساحة الوسولة للعاصمة بيروت. إننا في إطلاق هذا المشروع الرائد لا نتباهى بل نفتخر بأننا في عهد الوزير بسير قد سعينا وخططنا وبدأنا في تنفيذ مشاريع السدود التي كانت في الماضي أحلاماً صعبة بالمنام ولكن همت رواد التهيير والإصلاح لا تليل ولا تكل في سبيل خدمة الناس كل الناس على الرغم من السهام والتجنيات التي بالتأكيد لا تطاول كبار ولولا تنال من كبارهم ومن وطنيتهم. كما وأننا نعلن أن شركة أندرييت جوديراز A.G. البرازيلية التي رست عليها أعمال تنفيذ هذا المشروع هي من كبار الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مشاريع المماثلة في عدد من دول العالم وأسقطت جدارتها وقدرتها على تقديم الأفضل والمفيد من الإنجازات المائية والإنمائية. وبالمناسبة نرحب بمدير الشركة السيد إغلوفيس مارتناز ومعاونيه. متمنين لهم التوفيق والنجاع في إنشاء أهمسة في لبنان حاليا. سيد روغيس، أردت أن أردتك ومعاونيه ومعاونيه إلى لبنان ومعاونيه 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 لكي تنفيذ تقديم الأفضل في المنطقة العالمية. نحن جميعا نتواجد على تطبيقاتكم لكي تنفيذ هذا المشروع. أتمنى أن هذا المشروع ستجعل الكثير من المعاونيه لكي تنفيذ في لبنان. أتمنى أنكم أكثر من مباشرة. أيضا أحب أن أشكر رئيس وجمهور دائر مارسا رئيس وباخوس قرطبة. على استقبالهم لنا اليوم وعلى التعاون الدائم لإنجاح هذا المشروع راجعين بركتهم الدائم للتوفيق. أخيرا وليس آخرا صاحب المعالي نشكرك على سهلك الدائم والدؤوب لإصال المشاريع كل المشاريع الإنمائية للتنفيذ حماك الله وحمى شعب لبنان العظيم الصامد في أرضه هذه الأرض هذه الأرض المعطاة التي تتدفق خلالها خيرا سوف تتضاعف خيراتها بعد جمع غلاب الأرض بأنطار السماء في سد جنة لتروي وتنير وتنمي لبنان فيصبح لبنان كله جنة الكلمة الآن كلمة لمدير شركة A-G البرازيلية السيد جلوبيس مارتينيز يليها كلمة معالي الوزير جبران باسين سيد جلوبيس السيد جلوبيس سيد جلوبيس سيد جلوبيس سيد جلوبيس جلوبيس سيد جلوبيس سيد جلوبيس لبنان سيد جلوبيس 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 كيف يمكنك ترى أنه مدرعي على المعاربات الأشباء مدرعي على مدرعي على المدرعات الأشباء ومدرعي على تحديث تقنية ومدرعات الأشباء ولكن أمساً جدًا أنه سيكون مدرعاً على خلاله ومدرع بأمور الأشباء ومدرعه مع أفضل الأشباء المتعادي والدان باتغتيرز هي مجلسة برزيلية جميلة مجلسة في 1948، وقعاً 5 سنة بعد المنزل من البنان لذلك الآن لدينا موجودة 65 سنة لتعاقب وقد قمنا مجلسة أكثر من 700 مجلسات مجلسة من الأشخاص من المشارك العربية من المشاركة المڈبلة للتحديد من المشاركات الملكة هذه التوديوية لديها أشكائكوة على العالم البونيح لذلك لذلك لأننا نحصل إلى جداً من التعاون ولكن نحصل على المقاومات حسب المتارات ومع اتعاق here لصدقاء لوحدات مدفعين وبنسبةكم هذا المدايس أعتقد أننا استعملوا حوالاً ما يتعاق في حوالاً من البلدان في الحياة في البلدان. ما علينا تخبرنا الآن هو أن تكون ديباً مهمتين لذلك نتمنى أن نتقوم بأن نتعرف أن نتعرف لنحن نتعرف على الواقع الحياة نتلقى مجتمع الناس في العالم في المملكة المعارضة في البلدان إن كم وجهة الناس يحاولون الآن 25 ألف أصنعن الانتظار فعلي هذا التعبيل من الناس هذا مجھولي من نتأكيد مسبقا من الناس لذلك نحن لذلك نحصل هذا المعرفة معرفة قرارات الناس فرق ذلك مط kicked من ن relevo ويقض من خطأ الناس بالطبع لأن هذا السجن الناس ستكون إصدقاء الروسية لها معرفة. لا يوجد الكثير من المنطقة في المنطقة التي تستخدمها هذه المنطقة تحتوي على 164 متر هذا سيكون في المنطقة للغاية ولكن لست متأكد قبل أن أقوم بإمكاني المنطقة على المنطقة للغاية والمعرفة 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 المنطقة السيدها من المنطقة والمعرفة العالماء تتحدثت مهما جلد الكلمة تحتوجل جميع المشرفات وظهر المعرفة على المنطقة وظهر المشرفة وشهرم مهما جديد تقدم أعديث من المنطقة العالمية هذا ليس معنومين الى صلبيات للعطفين الآن أريد البعض تشكيلهم على المنطقة لتعلق المنطقة للغاية وعلى أيضاً إلى المنزل المغربة المتحدة بميارات القرآن نفسنا نفس المدينة في تلك المشهر من البراجات المتحدة للجميع في البلدانيش المنزل شكرًاً لكم جيدًا لكم في حسيطاتك ومشيكم مرحباً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نلتقي اليوم بأرتبة بحدث استثنائي غير اعتيادة أولاً لأننا نشهد اطلاق أكبر سد في لبنان من أكثر من خمسين سنة وهذا دليل يمكن منجهها على غياب الدولة عن الاستثمار بالمشاريع المائية ولكن دليل على استفاقة للمياه تعرفوا السد ما فينا نقول عنه أنه غير اعتيادة إذا ما كنا يعرفون أنه بيخزن ثمانة وثلاثين مليون متر مكعب من الماء وبشكل متحرك خمسة وتسعين مليون متر مكعب بالوقت اللي في عنا ميتينة وخمسين مليون متر مكعب عم يمرأوه في نهر إبراهيم وأنه علوه مية وخمسة وستين متر وهو حجمه من البطون مليون ونصف متر مكعب هيدا سد عم يعطي لمنطقة شبال ثلاثين مليون متر مكعب من الماء وخمسة وستين مليون متر مكعب لمدينة بيروت وكلفته بمرحلته الأولى ومرحلته الثانية مرحلته الأولى يلي أطلعناها من فترة إذا بتتذكروا بـ 12 مليون دولار والمرحلة الثانية اليوم هي 200 و 53 مليون دولار يعني السد هالمنشأة كلها تقوم كلفته الإجمالية بـ 265 مليون دولار من دون ما نحكي عن استملاك من دون ما نحكي عن محطة التكرير ومحطة الكهرباء يلي كمانا اللي بيميزوا هالسد أنه اللي حكون في عنده محطة توليد كهرباء بالمبدأ بعد ما أنهينا الدراسة الأولية دراسة الجدوى الاقتصادية يلي عطيتنا أنه فينا نولد منه 100 ميجاوات بكلفة 101 مليون دولار 100 ميجاوات يعني يعني خمس مرات تقريباً حاجة قضاء جبال هالمئة ميجاوات هاو ده بدخلونا على مفهوم الاستفادة من سرواتنا الطبيعية لتوليد الكهرباء السبب التاني يلي بيخلينا نقول إنه هو مشروع استثنائي هو إنه جزء من منظومة مية كبيرة وهي المنظومة الأكبر بلبنان يلي بتضم سد المضيق أو نبع المضيق وكلفته 65 مليون دولار وبيعطي 30 مليون متر مكعب سد جبنة متل ما حكينا 265 مليون دولار وبيعطي 95 مليون متر مكعب جر الأولي يلي بيعطي 40 مليون متر مكعب بكلفة 370 مليون دولار وسد بسري يلي بيعطي 100 مليون متر مكعب وكلفته التقديرية الأولية 265 مليون دولار يعني عم نحكي عن تزويد بيروت ومحيطة مش كل جمل لبنان قصم الكبير منه وتزويد تقريباً نصف سكان لبنان لسنة 2100 بكمية 265 مليون متر مكعب ومكعب بكلفة مليار دولار هذه منظومة متكاملة سد جلي هو جزء منها وطلقنا هذا المرحلة الجزء التالي من هذه المنظومة ويبقى عندنا سد بسري يلي نقلره أمني له نقلره ونقلره 195 مليون دولار وما بقى عندنا كثير تنكفي هالمشوار هيدا وهيدا دليل على تحطيط عم بيقوم في لبنان لمستقبل البلد ومستقبل أهند الشي الثالث يلي بخلينا نقول إنه كمانا حدث استثناء إنه هيدا السد السابع بسنة 2013 اللي عم نبتقيه ونحتفل بإطلاقه في عندنا في عندنا سد اليموني يلي كان في عندنا شوية مشاكل حلينيها ويحين عاد العمل فيه فيه سد بلعة بالبترون سد المسالحة سد الكواشرة بعكار سد بقعاتة بالبتن وسد الأي سمينة بالمتن الأعلى وبلغ سد جمني بمرحلته الأولى والتانية وفي عندنا على الطريق وإن شاء الله قريبا جدا سد العاصة بالبقع الشمالة يلي أنهينا كل ما يختص فيه وبعدنا قرار بسيط بانتظاره ناطرين يا ناطرين وعندنا سد كفرصير بجنوب وسد بصري بجزين وبحيرة المنزول بالمتن هود إن شاء الله بسنة 2014 كلنا نشهد على عامينهم من ضمن خطة السد يلي هي 55 سد ويلي بتأكد على إصرارنا للحفاظ على سروتنا المائية يلي هي تجعل من لبنان حاجة بالمنطقة مش عطول نحنا بدنا نحتاج الدول يلي حولينا بسوهن يحتاجون لقلنا من سروة يعطينا إياها قلة وبتحطنا حقيقة على الطاولة كمفاوضين أساسيين وشركة فعلين بالمنطقة مش عطول ملعوب فينا وعلى حسابنا العبرة من هالمشروع يعني في أكتر من عبرة فينا نحكي عنها من عندهم ما من نخلص بس العبرة الأولى هي الفريق اللي اشتغل لصالح المشروع هيدا ويلي ووقفنا اليوم هو بفضله من رئيس الجمهورية اللي دعم لحكومة سابقة وافقت على أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعمل المشروع لوزارة الطاقة والمياه بدءاً من الوزير طابوريان اللي وافق على المشروع كماناين شغل بالصيغة هيدا لكل اللي عاملين بالوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومديرة العام جوزيفن سير يلي امنوا بهذا المشروع ومع كل تحدياته وصعوبته قبلوا ويقبلوا هيدا التحدي وهيدا جرأة ما من لقيها بكل مؤسسة عامة لبنانية وصولاً لليجنة سجنة يلي نشكر رفقاتنا فيها واحد واحد على شغلهم من جون جبران لزياد زخور لتوني كاعدة لجورج وجورج وجورج فيها ثلاثة جورج اللي ان شاء الله بتتوسع ومنقدر معهم نشهد تنفيذ احترافة لهالشغل هيدا وصولاً للاستشاريين والخبراء من شركة خطيبو علامة اللبنانية لشركة ارتاليا الفرنسية لبيرنار تارديو الخبير الفرنسي الكبير يلي وافق على المشروع بعدما اطلع على كل دراساته وكل التشكيك اللي حصل بخصوصه لشركة سافاج الفرنسية يلي اصر راينا اننا نعمل تدقيق على التدقيق من خلاله وكمان اعطيت موافقته لعدد كبير من الخبراء اللبنانية الكبار بهزاد وما الحسن من الكل الجيولوجيين الكباري اللي لما صار فيه تشكيك حطوا ايدهم معنا واشتغلوا بالعلم من سنة احنا نتأخر تعملنا عملية تلوين للبيان تتأكدنا ان المزاعم اللي اجتنا بتروح على نبع جعيطة غير صحيحة لعملنا قبار استقصائية على الطفة اليمين وطفة اليسار بلاسة وبأرطبه لانتأكد انه ما في عندنا مشاكل جيولوجية زلزلية خطيرة بالمعنى اللي عمين حاجة فيه والتعداد طويل بيبلش وما بيخلص هيدا ساد فكرته كانت سنة الاربع وخمسين مش نحنا اصحاب الفكرة نحنا اليوم عم نشهد معكم تنفيه فأذن كل اللي اللي رفقونا بهالمشروع وصولا للشركة البرازيلية اللي عنده مشروع بالبرازيل سبع تلاف مليون متر مكعة من المياه اجيت على لبنان ووسئت بلبنان وبالطريقة اللي بي نشغل فيها كرمان مشروع خمسة وتسعين مليون متر مكعة لنقول انه هيدا بداية طريق لازم تكون بيننا وبين البرازيل حكومة وشعب البرازيلية اللي نصنا اللبناني فيها انا اليوم كتير سعيد انه بكل شفافية هيدا الشركة فازت بين شركات ايطالية وبلغرية والصينية وروسية وفرنسية فازت الشركة بالمشروع وهيدا بداية طريق لعمل تبادل اقتصادي حقيقي بيننا وبين البرازيل وواحد من احلامنا اننا نصير نصدر وبكميات كبيرة زيت الزيتون وانبيض على هالبنى الشقيق بالشركة وعدتنا انه لح تحط ايدا معنا بهذا موضوع فازا هاي العبرة الاولى للفريق يلي اشتغل لصالح المشروع العبرة التانية للفريق يلي اشتغل طب المشروع ويلي نتأمل انه يكون نتعلم انه بالنكت السياسي وبالكذب معنا نحنا بالحقيقة السياسية وبالعلم والمنطق ما بيقدر يوصل ما حيقدر الكذب يربح على الحقيقة والمعنيين فيه كمان اكتر ما حيقدروا المعطلين يعطلوا على الناس حقوقهم انت مكين اكتر وتعدادهم كمانا طويل ونبخلاص من رئيس حكومة ثابت حاول للحظة الاخيرة وعندما فشل قال طيب اجلوه شوية كان فل جبرا بيسير لرئيس لجنة نيابية كمانا تعودنا نسمع كل ما يخالف العلم والمنطق بها قويله الى نواب وكتار كانوا مزعوجين كيف عم ينعمل من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مشروع بجبال مزعوجين كيف هيدا التفكير المناطق التقسيمي وكأنه جبال ما لا حق يكون فيها جريعة كبيرة وعبروا عن هالشي اكتر ممرة لمدير عام نزعج كيف مشروع شوية عم يعملوا وما قبل يتشاركوا مش بس موقع عطل وسرر الاخبار الخاطئة الى كمانا شركات استشارية وخبراء وقالوا يعني حطينا سنة من عمر البلد تنقدر نضحط مقاله ولكن معلي مش مشكلة زاجت عنا السكة العلمية بهالمشروع وصولا للإعلام يعني كمانا مش بس اكتفى انه ينقل شو عم ينقل ساهم بالتلفيق واختراع الأخبار وقالوا انه هيدا المشروع كذبة مش عم يصير سياسيين وإعلاميين انتوا يمكن ما بيسرحها لكل وقت نكون اتابعوا كل ما يكتب ويقاب بس طنيت من الورق انه هيدا كذبة ولا حيصير شيء بالمشروع نتأمل انه الاعلام مش بس انه عيساوي بين واحد عم يشتغل وواحد عم بيعرقل انه يشجع بنقل الحقيقة الرأي العام يلي بيدعم الشغل بالبلد والانتاج مش التعطيذ والتخليب العبرة الثالثة والاهم هي للشعب اللبناني يلي بالنهاية هو صاحب الحق في مين عم يجي يعطي حقه او يشتغل طي يعطي حقه وفي مين عم يحرموا من حقه بنحققه لكثيره وما بيجوز الشعب اللبناني يتعامل مع اثنين مثل بعضه لانه بيكون عم يحبط مين عم يشتغل لهالشعب وبيكون عم يشجع من اللي عم يشتغله ضده وما ممكن من نروح من تدهر الى تدهر اذا دلوا هالمعطلين من دون محاسبة على قليلة محاسبة شعبية محاسبة بالسؤال انا بدي اسألكم شو اللي بيردع نايم بيحكي عن مشروع بالكذب بتجي بعدنا كل الحقيق بتبين وكل الاراء العلمية والقضائية والمدخلات تعرفوا كنت سينام حاولين على الجهة الرقابية بتعطينا الحق بيطوي الصفحة وبيكفي بيرجع بنقول على مشروع تاني بيكذب عنه اذا الناس ما قالوا له هو ستوب لكن الناس اللي بيتلاقوا فيه بعزل بتلاقوا فيه عن طريق ما بيسألو تب انت حكيت عن هيدا الموضوع شي بصع شي تاني لا شو بيمنعوا يوقف لما منشوف الناس كانوا باساس بالوتنا الناس منعوا عنا النفط بالسابق وليوم عم يمنعوا عنا انه اللبنان مش مأهل نحنا مش قادرين نديره برجعوا زيتون بيقوموا بيسألونا عن الخراب الاقتصاد بالبلد وكيف البلد فيه ديون انه باساس الديون واني جايين عم يلاقي حل الديون عبر النفط بيجزوزاتهم بيحسمونا بيسألونا عن الديون والناس بدل ما تسألهم تسألنا النواب ياللي بيمنعوا الكهرباء توصل عن اللبنانيين ومسؤولين سياسيين عبر الخط المنصري وغيره عبر معمر دائر عمار اليوم في لجنة ندلة نواب عم تكتب وتزوح تتمنع مش بس الوظائف عن اهل منطقتها والاستثمار بمنطقتها اكبر معمل كهرباء بدلو ينعمل باللبنان تتمنع الكهرباء عن كل لبنان الناس ياللي منعوا الكهرباء عن اللبنانيين بالسابة وعنونا هالمشكلة عم نجي نحنا نعمر المعامل ياللي بتوفر الكهرباء عم يمنعونا والناس تسألنا بدل ما تسألن ياللي ياللي اشتغل الهلأ من وقت وصولنا للتأوقف هذا مشروع ست جنة طلع هو زيته نايب يهجبنا على ان احنا عاطعين الكهرباء الماء قصد عن مدينة بيروت هيدا السد يغزي مدينة بيروت ونبع جائطة يغزي مدينة بيروت يطلبنا بالماء ببيروت ويوقف المشروع ياللي بيعطي ماء لبيروت والناس تسألنا بدل ما تسألوا لهوا كيف بدهم المسؤولين يرتدوا على اللي عم يعملوه اذا ناسنا وشعبنا الحبيب والطيب ما بلنش يحاسب هو على القليلة بالسؤال وما حول جهده على القليلة بالكلام بدل ما ننتهي بالشائعات بالكلام ويوصل لرحاله ويصوب كلامه لهالناس اللي هن معنيين حقيقة بتعطيل مصالح الناس ومنعهم وصولهم لحقوق وبيبقى الأهم هو هالمشروع اليوم المشروع الحدث المشروع العبرة لكثير من الأمور انه هالمشروع هيدا له معاني كتير على مستوى حياتنا الوطنية على مستوى تعميق مفهوم الشراكة بين بعضنا المشاركة بالبلد اللي بتبلش أول شي بمفهوم التشارك الحقيقي بالحقوق والمجبات تجاه الدولة لما حدا بده يسأل ليه سجلني الجواب بسيط لأنه أهالي بيروت وجبل مبنان بيدفعوا اشتراكاتهم أكتر للمؤسس المياه بيروت وجبل مبنان مما سمحوا يكون في عندها عائدات مالية سمحوا لأنها تعمل هيدا السبت وهيدا لازم يكون حافز لأهلنا بالبقار وبالشمال وبالجنوب انه يدفعوا اشتراكات أكتر لمؤسسات الموية عندهم تتقدر هالمؤسسات تعملهم بشريعة لأنه بدنا نقبل معادة البسيطة لما نقوم بواجبات نتيجة الدولة الدولة تقدر تعملنا حقوقنا مثل ما العكس صحيح لما ناخد حقوقنا من الدولة بالكهرباء نسدد اللي علينا ونأمن العائدات اللي لازمة تقدر تتوفرنا الكهرباء هذه معادة اللي ما متغلط وما فينا نستنسب فيها ما فيه مشروع ينجح بحي ويفشل بحي تاني يفشل بضايع ويتجح بضايع تاني ما فيه خط المسح البري للنفط يمرق بمنطقة وما يمرق بمنطقة تاني واليوم على فكرة بنبشركم بوصول هالخط قريبا إن شاء الله بالربع الأول من 2014 نجم نمسح منطقة أرتبة اللي هو فيلاقة الجيولوجي الأشهر في الاثنين إذا حدا سألنا ليه بأرتبة من نقول له لأنه أكيد هالأرتبة اللي هيسمحوا الخط يمرق مثل ما سمحوه من البترون وسمحوا فيه بعلي والمناطق اللي ما سمحت هالخط يمرق عندها ما فيها تعتاب وتسأل بعدين ليه هون عم ينعمل الناس هن عم بيحرموا نفسهم من الاستفادة من سرواتهم من الحقوقهم لما عم بيتصرفوا بالسلمة وهيدي ابتخذنا على مشكلة أكبر وننوقف كلنا سوي مسؤولية نتعطى معها إذا بننضلب اللامساوات هيا حكما نحتخذنا مش على لا مركزية إدارية موسعة على لا مركزية مائلية موسعة لأنه سعتها مفهوم الواجبيت والحقوق يصير يتطبق مناطقيا محل ما بصح يتطبق طالما فيه ناس قابلين يمشوا فيه ويمشوا على أساسه هيدا مفهوم الشراكة بالواجبيت والحقوق وفيه مفهوم الشراكة بالسروات الوطنية وهون الغضية كمانة أخطر لأنه لما منفكر جغرافيا بهيدا الموضوع كما نكون عم نروح على تقسيم أبسى وأبشع من التقسيم الطائفي لأنه هذا تقسيم حياتي معيشي يومي لما نحن نفكر أنه أي منشأت نفط كهرباء ماء وينما كان موقع الجغرافي بيستفيدوا منه كل اللبنانيين ما عمل كهرباء وينما عملته بيعطي كهرباء لكل لبنان وكبير النفط مفروض وينما طلع بيستفيدوا منه كل اللبنانيين لما كل واحد بده يحط إيده على شغل أنه هي بمنطقته أو بده يجيبها على منطقته طي يحط إيده عليها طي يتحكم فيها ويحتكرها ويحرم بعيد اللبنانيين منه على مزاجه هيدا التقسيم بيحد زاده فإذن نحن على ليلة ولا مرة أهالك سروان لأنه عندهم أكتر معمل بيلوّس بلبنان طلبوا بكهرباء أكتر من غيره بيدفعوا أكتر من غيره بيتلوّسوا أكتر من غيره ويبلنين يخدوا كهرباء من الغيره إذا أصر ما بيخدوا أقل من غيره ولا مرة أهل جايتها قالوا جايتها هي بتموّن الله إلى بيروت وفكروا يتصرفوا بهالمادّة استراتيجية كأنه عنهم قبل ولا يمكن يوصل تفكيرنا لهال لهالمرحلة هيدا بس لما ما نشوف منع أهالي كثروان وجبال من إنشاء ستجنب هالخلفية التقسمية الطائفية البغيدة المشعب من وجهها برد وطني إنه نحن بنا نعمل السد وبدنا نعمل أهالي بيروت ولكل اللبنانيين بهالخلفية على طول كانت منطلقاتنا وخلفيتنا وطنية ومرامينا وطنية لأنه لما بيكون مشروع عنا بيكون ضمانة لكل اللبنانيين لما بيكون موقع إيادة بالبلد عنا بيكون ضمانة لكل اللبنانيين نحن ولا مرة هيدا البلد أخذنا منه معطينين مجرد وجودنا فيه أعطيه ميزة لأنه بكل المواطنينا وميزة بكل المنطقة والمحيط لأنه حتى يلي حاولوا يحتكروا تميز وجودهم بهالمنطقة ليعملوا كيان على قدهم رفضناهم نحن لأنه عطول منطلقنا وطني ومرمينا وطني لما ناخد مواقع بالأمن الأمن بيكون لكل اللبنانيين بالمال بيكون لكل اللبنانيين ناخد لكل اللبنانيين فإذا نحن مثل ما هالمواقع هيدا هي ضمانة لوجودنا بهيدا البلد وما في حدا يبدأ ييده عليها بدون ما يكون عم يهدد لنا وجودنا ودورنا كمان هالمواقع بمجرد وجودها معنا هي ضمانة للحفاظ عليها للبنان ولكل اللبنانيين وهون نجي على التشارك الحقيقي بحياتنا الوطنيين وبمؤسساتنا الوطنيين لأنه ما في حدا يلنا رئاسة الجمهورية هيدا موقع على كل اللبنانيين بتاعهم نتشارك فيه بخياراته وبنوعية الناس اللي فيه بس رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس بس الرأي الراشح لقلنا فيه هيدا ما بقى تمشي هيدا الوطنيين لأنه بصير فيه اختلال بالتشارك وبالتوازن وبمنطق ايام لبنان ونحن نحافظ على لبنان لكل اللبنانيين ولكل مسيحيين ومسلمين ما في حدا من الأقويات من شركاتنا يقولوا نحن بنكون بهالمواقع القوية وبدنا شريكنا بالمواقع الأول بالبلد يكونوا ضعيف لأنه بس يجيب ضعيف في طبيعته بده يشتغل بخدمة القوي وبده يسعى لأرضاء القوي هيا الطبيعة البشارية ما فينا نغير فيها وبالتالي لما منجيب على المواقع الدستورية والإيادية بالبلد الضعفية بيصير عمنا بلد ضعيف ولما منجيب الأقويات بيكون عنا بلد قوي وهذا التوازن الحقيقي بالقوة مش بالضعف الضعف بولد الضعف والقوة بتعطي قوة للبنان ولكل اللبنانيين اللي فيه وبعتقد ما قولت انه قوة لبنان بضعفه سقطت نحنا جايين تنساهم كلنا سوا بشراكة حقيقية بإعادة معنى القوة لأنه ما كتيري اليوم يلي عم يشوفوا انه ناسنا وشعبنا اللبناني بده رئيس جمهورية قوي ما بيد رد علي يحطونا شو موصفات القوي قف اذا لو صار قده موصفات انطقية ضعف شو بده بده تحديد اللي قوي قوي بناسه وبوطنه ما بيجي بيقوته بناسه بستقوي على مواطنينه وعلى وطنه وعلى شركائه أبداً بس ما بيجي ضعيف طي يصير الاستقواء عليه وعلى جماعته وعلى ناسه بدنا نكون جماعة لبنانية واحدة بكل معنى الكلمة بدنا ندبل بقوة بعضنا ونزيد من قوة بعضنا وعلى كل حال ما في حدا يبني لبنان بهذا المنطق ويستسنينه منه نحنا نرمز إلى قوة لبنان ونحن لبنان القوي عشتر إذن بهذا نأتي إلى ختام النقل المباشر من أرتبة بدنا نعتذر من الأستاذ ناصر أنديل اللي كان ضيفنا ونطرنا خلال فترة الوقت المباشر ولكن بما أنه طال الوقت المكرر لأحتفال وتمدد وراء وقت الحلقة فبدنا نعتذر مرة جديدة من الأستاذ ناصر أنديل على أمل نرجع نلتقي بحلقات مقبلة مشاهدين أعود وألقاكم غدا في حوار يوم جديد الضيف غدا نعود تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد الخازن فكونوا على المعاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة